افتتح رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات برنامج ورشة تطوير الكفايات الوظيفية وبمشاركة عدة دول عربية لتبدل التجارب والخبرات في مجال تطوير المهارات والقدرات اللازمة للوظائف بهدف تطوير المهارات والقدرات اللازمة للوظائف افتتح رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات برنامج ورشة تطوير الكفايات الوظيفية وبمشاركة عدة دول عربية لتبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير الكفايات الوظيفية نحاول جاهدا وقطع شوطا كبيرا بالانتقال بالموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بالاعتماد على الكفايات الوظيفية وآمل من هولا ثلاث سنوات أن تنتهي جميع بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية وإذا تم ذلك فإن مستوى إدارة الموارد البشرية سيرتفع نستطيع بعد ذلك أن يكون في دقة في قياس مستوى الأداء هذا الملطقة أهمية قصوى لأن هذا الملطقة يهدف إلى تطوير الكفايات والقدرات والموارد البشرية للعملين في القطاع العام وفي مختلف مؤسسات القطاع العام يعني في القطاعات المختلفة الصحة الإدارة النقل التجارة التربية التعليم وإلى ما هناك ونعلم نحن أن المؤسسات والإدارات الرسمية والإدارات الحكومية والإدارات المركزية هي في الأساس جهاز بشري ولم يكن هذا الجهاز البشري يتمتع بالكفاءة وبالقدرات المطلوبة منه والقدرات ليس فقط القدرات المرتبطة مباشرة بالتوصيف الوظيفي المحدود ولكن هناك موارد وقدرات وكفايات إضافية يجب أن يتمتع بها الموظف فكرة مبادرة تطوير الكفايات الوظيفية والتي تعني تطوير المهارات والقدرات اللازمة للوظائف بدأت في دولة فلسطين لأهمية تحسين المهارات في مجال تطوير إدارة الموارد البشرية في دولة فلسطين ما أحرز من تطور ملموس على مستوى الإقليم والعالم كان يجب علينا نحن وأشقائنا في دوان موظفين الأردني أن نعمل على البدء في نقل الخبرة الدولتين لدول أخرى فجاءت هذه الورش التي شارك فيها عدد من الدول العربية لتقدم الأردن تجربتها في مجال وأهمية الكفايات في الحياة الوظيفية وتضمن البرنامج جلسات حوارية لعرض تجارب الدول المشاركة وتقييم مناقشة مفهوم الكفايات الوظيفية وبنائها للوظائف النمطية في الخدمة المدنية بالإضافة إلى مناقشة استمرارية التعاون بين الأطراف المشاركة وأهليات سبل تطويرها